اكد سمو الشيخ نصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة ان الفريق الملكي للقدرة حريص على المشاركة في كافة المحافل العالمية الكبرى في ظل الدعم والرعاية التي يحظى بها الفريق من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وحرص جلالته على تقديم كامل الرعاية للرياضة البحرينية من اجل تواجدها ورفع عالم المملكة عاليا هذا وتنطلق اليوم بطولة العالم للشباب والناشئين للقدرة في مدينة بيزا الايطالية بمشاركة واسعة من فرسان العالم وخمسة فرسان من الفريق الملكي للقدرة بالاضافة الى فرسان دولة الامارات ابطال العالم في النسخة السابقة وفارس عماني وفارسان من المملكة العربية السعودية وذلك لمسافة 120 كيلومتر واشار سموان الفريق الملكي ترك بصمات واضحة في مشاركاته السابقة وحقق نتائج مميزة في كافة المشاركات مبينا سموها الفريق جاهز لخوض البطولة وسيسعى لتحقيق افضل نتائج لعكس الصورة المشرقة لتطور رياضة القدرة في مملكة البحرين ووصولها الى البطولات العالمية من اجل المنافسة وحصد الانجازات وليس للمشاركة فقط وقال سموان بطولة العالم تشكل نقلة نوعية للفريق الملكي خصوصا انها ستشهد مشاركة فرسان من الشباب والناشئين الذين يعتبرون مستقبل رياضة الخيل في السنوات القادمة حيث ستعطيهم البطولة خبرة واحتكاكا في ظل المشاركة الواسعة من الفرسان الذين سبق لهم المشاركة في بطولات كبرى سابقة وابدأ سمو شيخ ناصر بن حمد الخليفة ثقته الكبيرة بقدرات الفرسان وتقديم افضل المستويات في البطولة التي من المتوقع ان تشهد منافسة قوية ومثيرة بين المشاركين خصوصا ان هناك العديد من الفرسان من دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة الذين يمتلكون امكانيات عالية مبين سمو ان فرسان الفريق الملكي قادرين على تحقيق افضل نتائج وان الجميع على ثقة كبيرة بقدراتهم متمنيا سموه للفرسان كل التوفيق والنجاح كما توقع سموه ان تحتدم المنافسة بين فرسان الفريق الملكي وفرسان دولة الامارات في ظل الامكانيات العالية التي يمتلكها الجانبين متوقع سموه ان يكون لفرسان اسبانيا دورا ايضا في السباق واشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالتنظيم المميز من اللجنة المنظمة العليا للبطولة وحرصه على تقديم كامل سبل الراحة للفرق المشاركة متوقع سموه ان يكون التنظيم جيد للبطولة خلال الايام القادمة كما قام سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة برفقة سمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة نائب رئيس المجلس الاعلى للبيئة رئيس الاتحاد الملكي للفرسية والسباقات القدرة بجولة حول مرافق البطولة واطلع سموه على كافة الترتيبات والتجهيزات الخاصة بالبطولة والتقى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بفرسان الفريق الملكي قبل اطلاق الفحص البيطري وتحدث سموه مع الفرسان وحثهم على تقديم افضل المستويات والخروج بالنتائج الايجابية التي تعكس تطور رياضة القدرة في المملكة وتبع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وسمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة وافراد الفريق الملكي للقدرة الفحص البيطري الرسمي للبطولة الذي اقيم في قرية البطولة بمشاركة واسعة من الجياد وحرص سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على متابعة تدريبات الفريق الملكي للقدرة وذلك بعد انتهاء الفحص البيطري ترجمة نانسي قنقر